خيمة مراسم ورأة البطولة العربية الأندية والتي تصدفها مصر خلال الفترة ما بين 2 سبتمبر وحتى 7 من نفس الشهر الجاري على مجمع صلاة حسن مصطفى بـ 6 من أكتوبر تبدأ البطولة بدور المجموعات على صعيد الرجال والسيدات حيث شهدت قراءة الرجال تشكيل أربع مجموعات فيما تم تشكيل مجموعتين على صعيد السيدات على أن تضم كل مجموعة تلاث فرق ووقعت القراءة فريق أمبي بمنافسات الرجال في مجموعة الأولى والتي تضم كل من الجيش العراقي والفحيحي الكويتي بينما تضم مجموعة تانية كل من الاتحاد السعودي والوداد المغربي والعربي القطري جاءت مجموعة تلتة العابد منهور من مصر وصار البحريني وقطر القطري بينما ضمت مجموعة الرابعة تكديف أسوان بجانب التضامن الكويتي والبحرين البحريني أما بقراءة السيدات جاءت على مجموعة تين مجموعة الأولى بتروجيت مصر العنقود الزهبي التونسي وجزيرة الورد المصري بينما ضمت مجموعة التانية أمبي وفتيات الرياضة الكويتي والوداد المغربي كل توفيق للفرق المصري على فكرة تنس الطولة يعني السيدات في بطولة العربية السنة اللي فاتت كسيدات فاس بيها كان الزمالك والوصيف كان بتروجيت نتمنى كمان كل الفرق المصرية السنة دي بقى بطولة في مصر يقدروا يحققوا نتائج كبيرة جدا ومراكز متقدمة في تينس الطولة في بطولة بطولة العربية لتينس الطولة المقامة في مصر